السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم بخير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال البنات هذا الفيديو سوف نشاركه معكم كما هو مكنش نويا نشاركه معكم ولكن قلت علاش ما نشارك مع المشاهدين ديالي كل شي صغيرة ولا كبيرة المهم هنا واحد سيدة جابت لي باش نتحليها املو ديال كوكاو وبغيت نشاركه معكم المهم اختيتي هي لقاطات نشاركه معكم و سوف نشرح لكم هنا لبنات بالنسبة لمقادير عندي نسكيلو ديال زنجلان زنجلان اللي حمرتو غير ما تحمروش بزاف لانه ضغيك تتحرق عندي كيلو ديال كوكاو تهوم حمر حمرتو بقشورو عندي ثلاثة دراهم ديال نفع البلدى او نفع البستاني و ثلاثة دراهم ديال زرية الكتان كل شي راح حمرته غير شوية ما تحمروش بزاف ناصيحة يعني بحال نفع البستاني زرية الكتان ايضا زيت البلدية وعندي العسل كما تشوفوا هنا راني طحنتهم طحانة العطرية طحانة طحانة طحونة نكملهم الطحن بالنسبة لديه الآلة اللي كاتنية ممكن يخلط طمك فيها يعني يطحنوا من بعد يزيد الزيت والعسل طحنوا يحصل علينا النتيجة اللي يبغى المهم انا غانا عاودهم في مولينيكس غنضيف هاد العناصر يعني بشوي بشوي انا كنضيف الزيت والعسل على حساب ومن بعد ان شاء الله غنطلقوا باش نشوفوا النتيجة النهائية نضيف كونه نضيف كونه نضيف كونه ونضيف الزيت لحساب تنكمل الكمية كلها بنسبة الناس اللي يبغى ان يطحنوا يعني اللي ما عندهم مش فاش يطحنوا بحلكة كنت تطحني عند العطار اللي يطحن سلوه ومن بعد كنت جيبه الزار ديلي في مولينيك وضيف عليه الزيت والعسل تبارك الله يعني اعطى واحد الكمية اللي لا بأس بها انا نحلو لكم تشوفوا كيف يجي كيشي صار حزوين ويعني كل شي طبيعي ماش بحلي كنشريوه من الزلقاء اللي كنشريوه من الزلقاء البناتراك نشريوه بالزيت الرومية ما تدرج الزيت البلدية هانتم ممكن شوفوا الزوين تحطي الدرار يعني في الفطور او لا المهم الكبار ولا الصغار يعني في الفطور تيجي زوين شي حاجه اللي صحية يلا البراسي نتمنى يعجبكم الفيديو باي باي اليكم وما تنسوناش مني اللي لايك يلا اللي لايك واللي يعني يبغي يخليش يتعليق خليلينا يلا شكرا لكم بزاف